اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد تكلمنا في حلقات ماضية عن أسباب كثيرة تدخل المرء الجنة إذا كان مخلصا متابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأسباب التي تدخل الإنسان الجنة إذا ما توضع وأحسن الوضوء ناطق بالشهادتين مخلصا في عبادته مخلصا فيما يقول ويعمل دخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم من توضع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة يدخلوا أيها شاء وهذا الحديث أخرجه الإمام المسلم رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث واضح وربما كثير من الناس بحمد الله تبارك وتعالى يحفظونه ويقولونه لكن أيضا كثير من الناس لا يعلمون أجر هذا الحديث فنقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من توضع فأحسن الوضوء وإحسان الوضوء أن الإنسان يكمل هذا الوضوء بالوفاء والتمام دون إفراط أو تفريط ويكون وضوءه متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن جبري عليه الصلاة والسلام لما نزل عند النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه وعلم كيف يتوضع ثم أيضا إذا ما أحسن الوضوء وأتمه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هذا التوحيد والإيمان بهذه الشهادة العظيمة والإيمان بهذه الكلمة العظيمة أيضا كذلك أن يقول وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بدعاء عظيم جميل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين وحب المتطهرين من قال هذا وفعل هذا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء وهذا ترغيب من الله سبحانه وتعالى لمن حافظ على هذا العمل الخير الطيب المبارك من أسباب دخول الجنة أيضا المحافظة على الوضوء ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا سيما في صلوات النوافل أو في حياته العادية لهذا بعض العلماء يقولون يستحب للإنسان إذا ما توضى أن يصلي ركعته كما كان بلال رضي الله عنه وأرضاه فالمحافظة على الوضوء حقيقة من علامة الإيمان قال صلى الله عليه وسلم استخيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا المؤمن وهذا الحديث أخرجه ابن ماجا رحمه الله المحافظة على الوضوء علامة الإيمان والطهارة والقرب من الرحمن تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الملائكة تتغرب من الإنسان إذا كان طاهرا وجاء في بعض الأحاديث أن إذا بات الإنسان طاهرا بات بين لحافه ملك لا يتقلب من أي ساعة من ليل أو نهار إلا قال له الملك اللهم اغفر لي عبدك فلان فقد بات طاهرا فأقول المحافظة على الوضوء سبب لدخول الجنة وأنت بحمد الله تبارك وتعالى في هذا الزمن يعني الخير كثير من الماء فلا تترك نفسك هكذا كلما انتغذت الطهارة توضأ وأنت على خير وتصحبك الملائكة في هذا أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة السواك أن يحافظ على السواك قبل الصلاة وقبل الوضوء وقبل قراءة القرآن هذه سنة يعرفة كثير من الناس لكن قلة من الناس من يحافظ عليها وهو سبب من أسباب دخول الجنة لهذا قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة وفي رواية أخرى مع كل وضوء هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بل النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال جبريل يصيني بالسواك وخشي على أسنانه عليه الصلاة والسلام بالشدة ما هو يستاك وآخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام نظر إلى عبد الرحمن بن أبي بكر ورأى في يده سواك فأعجبه فلظفته عائشة واستاك عليه الصلاة والسلام ثم قال بل الرفيق الأعلى السواك العلماء يستحبون أن الإنسان دائما دخول الجنة أيضا من أسباب دخول الجنة أن يصلي الإنسان بعد كل وضوء يصلي ركعتين وأن يكون في هاتين الركعتين مخلصا وأن تكون صلاة خالصة لله تبارك وتعالى لهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضع فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليه إلا وجبت له الجنة وهذا الحديث خرجه الإمام المسلم رحمه الله إلا وجبت له الجنة إذا كان مخلصا في هاتين الركعتين فنحرص عليها أيضا كذلك من أسباب دخول الجنة الدعاء بعد الأذان وهذا يعرفون الآن أظن أن أغلب الناس يحفظون هذا الدعاء لكن السؤال الذي يطرح نفسه من محافظ عليه وهو سبب من أسباب دخول الجنة لهذا قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة وهذا الحديث خرجه البخاري حلت له الشفاعة من حصل أو نالته شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر فهو من أهل الجنة بإذن الله تبارك وتعال لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له الله سبحانه سبب لنجاة هؤلاء من النار ودخولهم الجنة كما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخر ساجدا تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فإذا أردت أن تنال هذه الشفاعة العظيمة وتدخل بعدها بإذن الله تبارك وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض فعليك أن تدعو بهذا الدعاء العظيم أيضا من أسباب دخول الجنة أيها الأحبة الكرام أن يستخل الإنسان الدعاء وقت الأذان والإخامة وهذا عام للرجال والنساء بتا ما سمعت الأذان بعد الأذان ادعو الله وبإذن الله تبارك وتعالى إذا كان في قلبك يقين بما تدعو فسوف يكرمك الله تبارك وتعالى بهذه الدعوات المباركات ويستجيبها جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كذا بالنسبة للمرأة إذا سمعت الأذان بعد الأذان سألت الله سبحانه من خير الدنيا والآخرة أعطاه الله تبارك وتعالى فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي رحمهم الله تبارك وتعالى فلهذا أقول هذا سبب واضح وسهل ويسير نحن بعض الناس خصوصا للرجال إذا دخل المسجد وصل وجاء مبكرا ومشكور على هذا الفعل وله أجره إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى لكن يجلس هكذا لا يدعو لا يقرأ قرآن لا يسبح لا يهلل لا يكبر وإنما صامت أو بعض الناس يأتي مبكرا ثم يشغل غيره بأمور الدنيا كلام قيل وقال وكذا وقال حقيقة هو حرم نفسه هذا الأجر العظيم فكثرا من الناس أيضا يسأل يقول أي وقت فيه يعني استجابة الدعاء نقول هذا الوقت بين الأذان والإقامة بين أذان الفجر والإقامة يستجيب الله سبحانه وتعالى الدعاء بين أذان الظهر والإقامة يستجيب الله الدعاء بين أذان العصر والإقامة يستجيب الله الدعاء بين أذان المقرب والإقامة يستجيب الله الدعاء بين أذان العشاء والإقامة يستجيب الله الدعاء فلا نحرم أنفسنا هذا الأجر العظيم أيضا من أسباب دخول الجنة المحافظة على الصلوات الخمس وذكرنا فيما مضى أن الصلوات الخمس فرضت فوق سبع سماوات لما لها مما كان عند الله تبارك وتعالى لهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال ما من مرء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتي كبيرة وذلك الدهر كله وهذا الحديث أخرجه مسلم إذن المحافظة على الصلوات والمحافظة والإحسان أيضا في باب الوضوء وكذلك الخشوع وكذلك الركوع كل هذه كفارة لك أنت يعني بعض الناس أحيانا أهداهم الله يأتي إلى الصلاة لا يحسن الوضوء مثلا وهذا وقع قديما ونبه الصحابة عليها قال ويلوا الأعقاب من النار أيضا بعض الناس يحسن الوضوء لكن لما يأتي إلى الصلاة وقلبه مشغول في الدنيا كلها ولهذا إذا انصرف الإنسان من صلاته قد ما يكتب له إلا عشرها أو ثمنها أو ستسها إلى آخر الحديث فبالتالي نقول يقول تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ويقول تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فإنبقي الإنسان أن يخشع في صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيع طبعا الخشوع درجات بين عباد الله تبارك وتعالى قلوا سبحانه وتعالى يخرون للأثقال يبكون ويزيدهم خشوعا فالخشوع نعمة من الله سبحانه وتعالى إذا أنت لم تخشع لا توسوس في صلاتك يعني إما أن تخشع أو لا توسوس أقل قليل أيضا كذلك إتمام الركوع بعض الناس إذا صلى بينه وبين نفسه يعني يسابق نفسه يسابق نفسه في الصلاة لهذا النبي أصدر رد ذاك الصحابي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وما أحسن الصلاة ذاك الصحابي فعلمه النبي أصدر مرة بعد مرة فمن حافظ على هذا كفر الله تبارك وتعالى عنه سيئاته وذلك الدهر كله ما أحياه الله في هذه الأرض أيضا كذلك المحافظة على الصلاة في وقتها كما قال تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونزل جبريل في وقت الفجر وقال نبي الله هذا وقت الفجر ونزل في وقت الظهر وقال يا نبي الله هذا وقت الظهر إلى آخر الحديث لهذا قال صلى الله عليه وسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها وفي بعض الروايات على وقتها هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فنحافظ على أوقات الصلوات ولا نضيعها لأنها هي مفتاح وطريق إلى الجنة نخرج إياكم أيها الحباء الكرام فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل إن شاء الله هذه الأسباب المباركة التي أسأل الله سبحانه وتخلنا وإياكم بها جنة عرضها السماوات والأرض فبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر